برعاية ودعم من سمو الشيخ نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة قد فريق الفرسان نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أولى بطولات ترويض الجياد الدرساج على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة وشهدت البطولة إقامة مسابقة الفرسان لترويج مسابقة مؤهلة وسط مشاركة واسعة من الفرسان الذين قدموا عروضا مميزة مع الجياد بحضور جماهيري جيد وتفنن الفرسان باستعراض مهارات الجياد عبر قيادتهم الحركات المتقدمة التي لاقت تشجيعا بارز من الجماهير وتوجى غالب العلوي أمين سر الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة وتوفيق الصالح مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومركز المعلومات رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة الفائزين بالمراكز الأولى في كافة الفئات التي شهدتها البطولة وسيبدأ الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة تحضيراته المبكرة لتنظيم البطولة الثانية وهي مسابقة العيد الوطني والثاني والعشرين من ديسمبر القادم ترجمة نانسي قنقر